يعني أنا في تقديري عندما حصل الانفجار الخارجية والمالية المؤذي جداً وقتلوا به رئيس الوزراء تحدث علناً وتهم الجمهورية العربية بل والبعض من القريبين منه طالبوا بطرح الموضوع في الأمم المتحدة وهذا معناته أنه الأجهزة ذات العلاقة لديها من المعلومات والأدلة ما يشير إلى لسه ما أقول الحكومة تورط بعض الأجهزة أو المسؤولين في هذا الموضوع أنا شخصياً أعتقد كان بعض المسؤولين والأجهزة متورطين ويبدو أنه هذا كان يجب أن يكون دافع للحوار معهم وليس للصدام معهم لأنهم خائفين على أن هذا القرب الأمريكي الميداني اللي صار من حدودهم تقصد حكومة سوريا طبعاً كما أنه جمهورية الإسلامية اقتربت القوات من حدودهم اقتربت وبالفعل لاحظنا عندما طورت العلاقات انقلت لهذا يعني قلت تأثير للسوري السلبي بل الآن شنا لاحظنا نحن نخبتنا الجهادية المقاتلة تروح تدافع عن مثلاً حرم السيدة زينب أو حتى تعد مساميات أخرى وقفت إلى جانب هذا التغير شنو؟ هذا معنات الصوابية رأينا من الأول يعني أنا رأيك أنا وصحيح أنا لست طرفاً منحازاً إلى هذا ولكن مصلحة البلد في الحوار والتفاهم معهم وليس في الصدام ترجمة نانسي قنقر